أول شيء، أنا ليس محامي متخصص في القانون المعلوماتي ولا أعطي في الفيديو النصائح قانونية التي سنفعل هنا وهو خلاصة قصيرة سنوضح فيها بعض الأمور التي ستعرفها كـ Developer كي تستعمل كود مبلايس وحدة أخرين أو يريد أن يكون أكتيف في Open Source Ecosystem سنبدأ بأول معلومة مهمة التي ستعرفها وهي لا يوجد أي كود غير حتى في GitHub ستقدر تخدم به أو تقوم به مثال بسيط إذا أضعت الكود في GitHub ولا أضعت فيه لائسنس وإذا دخلت في فيبو في GitHub ولا أردت فيه لائسنس ولا أردت في أي إشارة للشروط للإستعمال وصف من ريدمي أولاً هذا ما يعني بأنه لا تستعمل على الـ Copyright بالعكس يعني بأنه تستعمل على Exclusive Copyright تلقائياً المضمون لهذا الـ Copyright هو أنك لا تستطيع تقوم به فاقع على الناس وحدة أخرين ولا تموضي فيه ولا تخدم به في البروجيكت النقطة الأخرى بأنك تضع الكود في بلاسة كمية في GitHub هذا الكود تستعمل على Terms of Services وهو قوانين من GitHub التي يخوّل لأي واحد غير يرى الكود أو يفوقيه وخامكينة لائسنس هذا السؤال المطروح كيف ستضع في حالك ويريد تخدم بالكود في البروجيكت الذي لا يوجد لائسنس في البروجيكت لديك أولاً ستصوّل المنتينر البروجيكت يزيد لائسنس كمثال ستزيد واحد الإشو في هذا الريبو الذي تقول فيه المنتينر يأتي لائسنس في البروجيكت ولا تقدر تزيد واحد البروجيكت في هالليسنس كمثال هنا لدينا الكنو general public license version 3 وهذه هي مشروع ويأتي لائسنس وترى ماذا المنتينر سيقبلها ولا لا إلا ما قبلهاش رغم لا يوجد الحق تخدم بهذا البروجيكت في البروجيكت يعني إلا ما تقبل إذاك البروجيكت السؤال واش تقدر تخدم بكود البروجيكت لا يوجد لائسنس إلا ما تقدر تخدم به يعني إما قلب على شيء يبادل عنده open source license ولا تخدم بروجيكت في حاله الرأسك الحالة الثانية لدينا هنا أنك قررت تكون منبر في البروجيكت أعمل اللايسنس يجب أنك تستعمل إلا قررت تكون منبر في البروجيكت لذلك تعني بأنك إما ستكون تربية في البروجيكت في البروجيكت أو ستصيب بروجيكت جداد تابعين لهذا البروجيكت أي بروجيكت سيكون تابع هذه الكميونيتي التي تستعمل لها يجب أن يتبع الأوريجينال لديهم وفي هذه الحالة لدينا Apache 2.0 كمثال لدينا هنا الكميونيتي The Apache Software Foundation إذا أريد أن نكتب كود تابع لهذا الكميونيتي يجب أن نعرف اللايسنس الذي يأخذ بها سأرى البروجيكت وسأرى ما هو النوع اللايسنس الذي يأخذ بها الغالب للبروجيكت لدينا Apache 2.0 الغالب للبروجيكت عندهم هذه اللايسنس التي هي Apache 2.0 إذا أريد أن نقرأ أنه أحد البروجيكت التي تابع لهذا الكميونيتي يجب أن نحتعم هذه اللايسنس التي يعمل بها وتكون جزء أمر البروجيكت التي سأخدم حتى هنا الخلاصة هنا أي بروجيكت في GitHub وخببك وإن لا يوجد لإيسنس تستخدم على البروجيكت ولا تستطيع أن تخدم بالكود في البروجيكت التي تستطيع تستطيع أو تستطيع أي بروجيكت فيها اللايسنس قرارك اللايسنس مزيدا والطبق التي تستطيع المطلوب منك لكي تكون compliant يعني في إطار قانوني إذا قدرت تكون عضو في البروجيكت أي بروجيكت ستتخدم تابع لهذا البروجيكت خاصة يتباع اللايسنس دياله المهم أي مهنة فيها أخلاقيات غير خاصة نعرف لي ديالي ولي ما دياليش وفي اللي ما دياليش ولا تعتاني الحق نعرف أشن اللي لي وأشن اللي علي